كيف أنت مقرب من دوائر صناع القرار في بغداد كيف تنور بغداد إلى التقدم السريع بحسب معلوماتك وما هي الخطوات التي ستتخذها بغداد خصوصا أنه يوم أمس أبو محمد الجولاني أحمد الشرع هكذا يسمي نفسه ويريد تسمية نفسه بشكل جديد أنه لا علاقة لنا ببغداد سنحترم علاقة حسن الجوار ولا نريد منكم أن ترسلوا قوات إلى سوريا ولا حتى الحجد الشعبي تفضل دكتور أحسان شكرا على صدافة الحالة لك أستاذ مع ضيفك ولمشاهدي قناتكم الكرام الوضع في بغداد يعني رغم الترقب الحذر لطبيعة التطورات في سوريا خصوصا فيما يرتبط بمعركة حمص لكن مع ذلك يبدو بأن هناك استعدادات كبيرة أيضا على مستوى المؤسسة الأمنية منها بالتحديد رغم التطمينات التي أصدرها الجولاني؟ حتى مع هذه التطمينات والرسالة التي بعث بها أحمد الشرع الجولاني إلى رئيس الوزراء العراقي لكن الرجاء سريعا من أحد مستشاري رئيس الوزراء حينما وصف هيئة تحرير الشام بأنها جماعات إرهابية وهذا يمثل كسرا للحياد الذي أعلن عنه أصلا رئيس الوزراء العراقي في استضافته في مجلس النواب العراقي هناك عدة مستويات تعمل عليها الحكومة العراقية أولا منها ما يرتبط بالجانب الدبلوماسي هو أولا الحوار مع بعض الأطراف الفاعلة جدا على مستوى المنطقة سواء دول غربية أو حتى دول عربية وظهرت من خلال اتصالات لغرض تهيئة أرضية مشتركة لمواقف أو لطبيعة التداعيات في سوريا الأمر الآخر هو تنشيط التحالف الرباعي وهذا يقفز من وجهة نظري كخيار أيضا من ضمن قيارات دعم الحكومة السورية على اعتبار أن الاجتماع الذي سيعقده اليوم وزراء خارجية كل من العراق إيران وأيضا سوريا يمثل جزء من حالة الاستعدادات رغم أنه سينظر إليه على أنه انحياز إلى الحكومة السورية الأمر الثالث هو الذي يرتبط بالمؤسسة الأمنية العراقية هنا لم نعد نتحدث عن تأمين الحدود يعني ووصول قطعات من الجيش العراقي طبعا بالاشتراك مع هيئة الحجر الشعبي ومن ضمنها الفصائل المسلحة هذا هو جزء من شكل الدعم التي تود بغداد تقديمه لحكومة دمشق قام أنها تخشى من الوقوع في ربما مستنقع الفصائل المسلحة والجماعات المتطرفة وبالتالي إذا كان لدي بغداد مخاوف من هذه الجماعات لماذا تريجر نفسها إلى هذا الصراع؟ ستكون جزء من الأزمة ليس كذلك؟ يعني هي فيما يبدو تقترب من أن تكون جزءا من الأزمة ما عنده يعني على اعتبار أن طبيعة التصريحات التي كسرت مرة أخرى وكسرت حياد بغدادة وحتى الترقب بحذر لكن هذا التواجد للمؤسسة الأمنية على مستوى الحدود هي جزء من الإجراءات الأمنية لكن الآن التفكير بالتحديد وقد يكون هذا التواجد ما قبل الذهاب إلى التفكير الآخر هو جزء من عملية تأمين الداخل العراقي لكن في ذات الوقت هو رسالة إلى ما يعرف بهيئة التحرير الشامة والفصائل الأخرى والتلويح بأن هناك استعداد كامل إذا ما فكرت هذه الجهات باختراق الحدود العراقية التفكير الذي بدأ يأخذ مأخذا كبيرا على مستوى الخطط العراقية هو يتمثل بالمنطقة العازلة ما بين العراق من جهة وهذه الجماعات من جهة أخرى وهي التنسيق مع الحكومة السورية لغرض دخول الجيش العراقي بما يقارب 30 كيلو متر أو حتى استخدام الضربات الجوية التي سبق وأن استخدمها الجيش العراقي ضد بعض الجماعات حينما اقتربت بالتحديد من الحدود العراقية لذلك هذه المنطقة العازلة أنا أعتقد أنها أيضا قد يكون لحماية الحدود العراقية لكن بكل الأحوال هو ضغط وتلويح أو تكون هذه المنطقة أو التدخل هو جزء من عملية غطاء لدخول بعض الفصائل المسلحة إلى حمص بالتحديد لأن معركة حمص هي معركة مفصلية جدا يعني على مستوى صمود الحكومة السورية أو حتى على مستوى النظام السوري بشكل كامل لذلك الآن الموضوع ينحطر ما بين الحدود وما بين المنطقة العازلة بكل الأحوال هو ضغط على هذه الجماعات واضح ولكن